مرتزقة من روسيا يقاتلون إلى جانب النظام في سوريا ويحصلون على الامتيازات التي تمنح عادة لجنود الجيش الروسي حين يقتلون في سبيل الكرملين هؤلاء المرتزقة تهيئ لهم الحكومة الروسية كلما يحتاجونه للانتقال إلى سوريا بدءا من طائرات تنقلهم إلى قواعد عسكرية روسية مرورا بالتجهيزات العسكرية وانتهاءا بالعلاج في مستشفيات خاصة إنهم أصيبوا وإن قتلوا فإنهم يكرمون بميداليات ذهبية تعطى لعوائلهم عرفانا بدورهم في خراب بلاد أخرى الكرملين وكذلك وزارة الدفاع الروسية لم يرد على أسئلة وجهتها لهما وكالة رويترز تتعلق بالتحقيق بشأن كتيبة المرتزقة وكذلك هي لم تتمكن من الحصول على تصريح من المسؤولين في النظام السوري بخصوص هذه الكتيبة غير أن الوكالة استطاعت الوصول إلى عوائل المرتزقة الذين قتلوا في سوريا وكذلك أحد الأطباء في المستشفى الذي قدم العلاج لمن عاد مصاب الشهادة التي أدلى بها الطبيب كشفت عن أن المرتزقة المصابين ينقلون بطائرات شحن ثم يتلقون العلاج في مستشفيات عسكرية كما ذكر أن المستشفى مخصص من الناحية الرسمية لعلاج أفراد الجيش فقط وأسرهم أو المحاربين القدامى الذين خدموا لفترات طويلة في الجيش وهي فئة لا تنطبق على هؤلاء المرتزقة كذلك فإن القانون الروسي لا يسمح لغير أفراد الجيش بالقتال في دولة أخرى لكن هذا يكون متاحا حينما يتعلق الأمر في سوريا وحماية مصالحها من خلال القتال مع نظام الأسد ترجمة نانسي قنقر